انتهى تمرد مجموعة فاغنر الروسية بعد أن دام لساعات قليلة وتنفس سيد الكريملين السعداء أو هكذا يبدو لكن ضباب الانشقاق الداخلي لم ينقشع بعد ولا تزال جميع السيناريوهات مفتوحة تساؤلات عديدة تطرح عقب وصول روسيا لخطر الحرب الأهلية لسيما فيما يتعلق بمصير فاغنر وأوضاعها الداخلية لكن الخطاب الذي وجهه الرئيس فلاديمير بوتين إلى شعبه وضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبل المجموعة بعد أن خير عناصرها ما بين توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو العودة إلى البيوت أو التوجه إلى بيلاروسيا ومنذ دخول مينسيك على خط الأزمة وإبرام اتفاق أنهى تمرد قائد فاغنر يفغيني برغوجين الذي سافر إلى بيلاروسيا تحاول موسكو بشكل حثيث إظهار الوحدة وتأكيد سيطرة بوتين على البلاد لكن التقارير الغربية تشير إلى النقيض تماما من بين تلك التقارير هو ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت أن قادة في الجيش الروسي كانوا على علم مسبق بتحرك برغوجين وسط شكوك بتلقيه دعما من الداخل بينما ذهبت مجلة نيوزويك الأمريكية أبعد من ذلك بعد أن كشفت عن سعي مجموعة فاغنر للحصول على أسلحة نووية أثناء ساعات تمردها القليلة لكن لم تجزم المجلة إن كانت قد حصلت فاغنر على مبتغاها أم لا وعلى الرغم من صعوبة قراءة المشهد يرجح خبراء أن تبقى هذه المجموعة العسكرية بالمنطقة الرمادية بعبارة أخرى قد تعيد فاغنر التي تمثل اليد الطولة للعمليات العسكرية الروسية بالخارج بناء نفسها على أساس هياكل مهام خاصة في دول أسيوية وأفريقية فيما لا يستبعد آخرون أن يكون انسحاب فاغنر مؤشرا غير مباشر على قرب انطلاق أول محادثات سلامة رسمية مع أوكرانيا